أبناء وبنات طلبة السنوية العامة برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجيولوجيا والعلم البيئية حلقة النهاردة مختلفة متنوعة مش هشرح فيها ليه؟ هنراجع النهاردة مع بعض اللي شرحناه قبل كده في الحلقات السابقة احنا خلصنا الباب الأول مع بعض من الجزء الأول بتاعنا اللي هو علم الجيولوجيا الباب الأول وكنا بنقول مجموعة من الأسئلة وسبت ليك حرية الإجابة علشان تختبر مدى مذاكرتك ومدى اجتهادك بمفردك وأنا واثق أن كل اللي تابع الحلقات عرف يجاوب الإجابات النموذجية بنسبة 100% لسببين مهمين أولاً تبعت الشرح تاني حاجة ذكرت من كتاب المدرسة عشان تطلع الإجابة النموذجية وأرجو تلاقي كده رجاء خاص لكل طالب من ولدنا وبناتنا اعمل كشكول للأسئلة دي هتلاقي نفسك في نهاية كل حلقة مجموعة من الأسئلة في نهاية المنهج هتلاقي معاك كشكول في كمية من الأسئلة لا يمكن أبداً يخرج عنها الامتحان لأن لما كل حلقة تاخد خمس ستة أسئلة عشرة أسئلة في نهاية المنهج هتبصت تلاقي معاك كمية كبيرة من الأسئلة من كتاب المدرسة مش هيخج منها الامتحان طالما أنت مذاكر بجدية تعالوا النهاردة بقى نشوف الحلقة ليه مميزة لأن النهاردة هعمل مراجعة على الباب الأول بالأسئلة اللي وردت في كتاب المدرسة مع إجابتها النموذجية عشان كده ركز معايا جهز الكشكول اللي بتكتب فيه الأسئلة وجهز ذهنك معايا علشان قادرون على امتلاكها كمادة الجيولوجيا وفي نفس الوقت نقدر أن احنا ندرس باستفادة هذه المادة وبتشوق علشان نقدر نفهم احنا بندرس إيه تعالوا نشوف مع بعض مجموعة الأسئلة اللي هنرجعها مع بعض أول سؤال بيقول لي ماذا يقصد بعلم الجيولوجيا؟ طبعا هو علم الأرض العلم الذي يتناول كل ما له علاقة بالأرض ومكوناتها وحركاتها وتاريخها وظواهرها وثرواتها ما الفرق بين علم الجيولوجيا التركبية والجيولوجيا الطبيعية؟ الجيولوجيا الطبيعية ده بيختص أساسا بدراسة العوامل الخارجية والداخلي وتأثير كل منهما على صخور هذا الكوكب أما التركبية قد لك كلمة التركبية يعني تركيب تختص بدراسة التركيب والبنيات المختلفة التي تتواجد عليها الصخور الناتجة من تأثير كل منه القوى الخارجية والداخلية اللي هي دايما بتشتغل وتعمل باستمرار وبدرجات قوى متبينة على الأرض ايه أهم مكونات أغلفة كوكب الأرض؟ طبعا ست مكونات أساسية أول حاجة القشرة الأرضية اللي هي الطبقة السطحية ودي بتتكون من ثلاثة أنواع من الصخور صخور نارية ورسوبية ومتحولة ودي عبارة عن طبقة سمكها حوالي من 8 إلى 12 كم لو كانت تحت البحار والمحيطات ودي بنسميها صخور بازلتية لأنها بتتكون من السيمة والسيمة عبارة عن سيليكا وماغنيسيوم وده الاختصار للمعدنين دول يبقى هنا أول طبقة في القشرة الأرضية اللي هي في قاعة المحيطات الطبقة الثانية اللي هي في القارات ودي بيوصل سمكها لستين كيلو متر ودي بتتكون من سيليكا وألمونيوم علشان كده بنسميها طبقة السيال وده بيخلينا أبص على الرسم اللي قدامي هلاقي إن السيال يعتكز فوق السيمة يبقى السيمة قاعة محيط والسيال قشرة قارية اللي اتنين بيختلفوا في كسافتهم لكن في حالة من التوازن وده اللي بيوضح في توازن في القشرة الأرضية الطبقة الثانية طبقة الوشاح زي ما وضحها قدامي فيه وشاح علوي ووشاح سفلي سمك الطبقة بيمثل 80% من حجم الأرض وده ممكن يجي سؤالي يقول لي أكتب المصطلح العلمي أكبر سمك في طبقات القشرة الأرضية على طول الوشاح 2900 كم طب لو حابيني نتكلم عن الوشاح بالتفصيل بيتكون من أكاسيت حديد ومغنيسي ومسيليكون بس هنا الصخور صلبة مع هذا الجزء الأول أو العلوي أو الوشاح العلوي بيتكون من صخور لدنا حوالي 350 كم أعلل الطبقة الخارجية من الوشاح لدنا لأنها تتصرف تصرف السوائل تحت ظروف خاصة من الضغط ودرجة الحرارة وهنا بتسمح بانتشار دوامات طيارات الحمل فيها ودي طبعا بتساعد على حدوث حركة القارات تالت طبقة من طبقات الأرض اللي هو اللوب أو النواة اللي هي الداخلية دي جوا ودي سمكة بيوصل لحوالي 3486 كم خلي بالي أني بيمثل حاجتين مهمين ستس حجم الأرض وطلت كتلتها ليه بيمثل طلت كتلتها لأنه بيتكون من مواد عالية الكسافة وهنا بيكون الضغط كبير جدا وبيوصل لملايين من الضغط الجوي ودرجة الحرارة بتوصل لأكتر من 5000 درجة مقوية النتائج اللي العلماء عملوها أثبتوا أن الموجات الزلزلية اللي هي دور مهم جدا في الكشف عن مكونات النواة أو قدروا يقسموا اللوب أو النواة لجزئين أساسيين اللوب الخارجي 2100 كم وده بيتكون من مصهور حديد ونيكل وكسفته 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب وضغطه 3 مليون واللوب الداخلية أو المركزي سمكه 1386 متر كسفته عالية طبعا بتوصل 14 والسخور بتاعته بتكون سخور صلبة وهنا قدروا العلماء يوضحوا كيف تكون المجال المغناطيسي ده بسبب وجود اللوب الخارجي اللي بيدور حول اللوب الداخلي ما هي خصائص الفالق العادي والفالق المعكوس الفالق العادي كسر نتج عن الشد يعني الطبقات بتتشدل تحت بتتحرك الطبقات على مستوى مين اللي بيتحرك؟ ركز معايا هنا في الرسمة سخور الحاقت العلو بينزل لتحت بالنسبة ليه سخور الحاقت السفلي الفالق المعكوس كسر نتج من الضغط وبيتحرك فيه الحاقت العلو إلى أعلى بالنسبة للحاقت السفلي قل ما تعرفوا عن الفالق ذو الحركة الأفقية السواتر اللي هي الفالق البارزة والفالق الخسفية أولا الحركة الأفقية بينا واضحة قدامي أنه بتتحرك الصخور المهشمة اللي هي تكسرت حركة أفقية في نفس المستوى الأفقي من غير ما يكون فيه إزاحة رأسية وده الفرق ما بين كل الفالق والفالق الأفقي فالقه اللي هي إزاحة رأسية بينما الفالق الأفقي الحركة بتاعته لا توجد حركة رأسية الفالق البارز اللي هو الساتر وده بيحصل لما بتتأثر الصخور بفالقين ومهم جدا عاديين بيتحدوا مع بعض في صخور الحائط السفلي ببسيط من الشكل اللي قدامي ده هلاقي قادي حائط 2 صفليين حائط سفلي وحائط سفلي إدان فالق بارز أو فالق ساتر الفالق الخندقي عكس البارز لما يجمع حائطين علويين يديني خندق أو جزء منخفض لتحت أو خسفي يبنيه ده نقول الفالق الخندقي اللي أنا بشاور عليه ده اتكون نتيجة تأثر الصخور بفالقين عاديين اتحدوا في صخور الحائط العلوي أدحاقت علوي وأدحاقت علوي لما يتقابلوا مع بعض الدين الفالق الخندقي علل وجد العلماء الإجابة المعقولة عن أصل المجال المغناطيسي هلأى الإجابة بتاعتي بتتلخص في أني اللوب المركزي أو الداخلي بيتكون من صخور صلبة كسافته عادي 80 كم وفي لوب خارجي سمكه حوالي 2100 كم وبيتكون من مصهور حديد ونيكل موجود تحت ضغط حوالي 3 مليون ضغط جوي ممكن كسافته توصل لحوالي 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب إيه اللي بيحصل في دول؟ قدروا العلماء يفسروا أصل المجال المغناطيسي بسبب وجود اللوب الخارجي اللي هو بيتكون من مواد مصهورة وبالذات لما يكون فيها حديد ونيكل بتدور حوالي اللوب الداخلي الصلب تختلف التراكيب الأولية عن التراكيب السنوية طبعا تراكيب الجيولوجية الأولية عن التراكيب السنوي زي كده هتكلم عن تكون كل من التراكيب التراكيب الجيولوجية الأولية عبارة عن أشكال نتجة في الصخور تحت تأثير عوامل مناخية مختلفة وعوامل بيئية زي مثلا جفاف حرارة رياح وتأثيرها طيارات مائية وهنا لازم أقول أن لا يوجد أي تدخل يذكر من جانب القوة التكتونية هي القوة التكتونية اللي هي الحركات الأرضية أو العوامل الداخلية طيب لو حبنا ناخد أمثلة لتراكيب جيولوجية أولية تراكيب التطبق المتقاطع علامات النم التدرج الطبقي التشققات الطينية خد بالك من الأشكال اللي واضحة وظهروا قدامنا علامات النم دي بسهولة جدا أقدر ألاقيها في الصحراء يعني لو خدت بالك من الخطوط دي كلها تكونت نتيجة إيه الرياح بتيجي عوامل خارجية بتنقل حبات الرمل اتجاه من هنا واتجاه من هنا بيتقابله مع بعض روح مكونين لي الخطوط المتعرجة اللي بتسميها علامات النم التدرج الطبقي حبارة عن طبقات بس فيه تدرج فيها وممكن تتقاطع يعني ممكن تطبق متقاطع وتدرج طبقي طبقات متدرجة فيه شكلها وتكوينها أو تتقاطع مع بعض أو زي ما التقاطع ده مع الطبقة دي دي جات منين؟ جات من تأثير الرياح تأثير العوامل البيئية الخارجية هسأل نفسي هل الشكلين اللي احنا تكلمنا عنهم دول نتجوا من عوامل داخلية؟ طبعا لا يمكن دي كلها عبارة عن عوامل خارجية سواء رياح أو تأثير في النحط وغيره النوع الرابع اللي هي التشققات الطينية جات إزاي التشققات الطينية؟ أدي أرض زراعي جفت شايفت التشققات والكسر ده ده نتج من إيه؟ ما نتجش من قوة داخلية والتكتونية لكن نتج من عوامل خارجية اللي هي القوة الخارجية اللي موجودة على سطح الأرض يبقى أنا عندي أربع أشكال في التراكيب الأولية ودي تعتبر أهم أنواع التراكيب بالإضافة لمجموعة تانية من التراكيب التراكيب الجيولوجية السنوية بص معي هنا بقى في الأشكال اللي واضحة قدامنا أدي كتلة من الصخور اتكسرت أهي راح تمدياني فوالق كتلة من الصخور التانت راح تمدياني طياط يبقى معنى كده أن التراكيب السنوية أو الجيولوجية أو التكتونية تكونت نتيجة إيه؟ هي تراكيب تكتونية اللي بيسموها تكتونية علشان عبارة عن مجموعة من البنيات بدأت تكون بفعل القوى المنبعثة من الداخل اللي هي أثرت على الطبقات فعملت على إنسناءها أو كسرها وتفتتها ودي تشققات وتصدعات ضخمة مجموعة من الالتواءات العنيفة اللي دايما بنشوفها في تشوه القشرة الأرضية القوى دي اللي بيتعرض لها كوكبنا اللي هو كوكب الأرض بيتسبب عنها حدوث زلازل وهياجي البحار والمحيطات وممكن المية بتاعة البحار تتقدم أو تنحسر اللي هي عملية المادة والجاز وبينتج عنها زحزحة البقارات وغيرها ناخد أمثلة للتراكيب التكتونية أدي الطيّة لو خدنا بالنا من شكل الطيّة بالمنظر بتاعنا اللي قدامنا ده عبارة عن إنسناء خد بالك هنا أدي نوعين الطيّات مع بعض طيّة محدّبة شايف شكلها عمل إزاي أهيه وطيّة مقعرة اللي أنا بشاور عليها إيه الفرق بين الاتنين بص هنا في الأشكال دي أدي طيّات في الطبيعة أدي طيّة مقعرة وأدي طيّة معه مع بعض لأن إحنا قلنا نادر ما يتحدث في التكتونية وبالذات الطيّات في صورة منفردة لازم يبقى أو غالبية الطيّات والأشكال التكتونية دي بيظهر فيها النوعين من الطيّات أدي رسم مجسم للطيّة وأدي الطيّة الحقيقية الرسم المجسم للطيّة لو خدت بالك أدي هنا طيّة محدّبة ليه محدّبة بتنساني إلى أعلى أدي المستوى المحوري اللي أنا بشاور عليه ده والخط ده اللي هو الخط الطويل ده اللي هو محور الطيّة وهنا نفس الفكرة أدي الطيّات بس هنا تنساني إلى أسفل وده المستوى المحوري اللي هو آسم الطيّة لأنه نعرف العناصر التركيبية للطية 3 المستوى المحوري اللي بشاور عليه ده أسامل الطية إلى جانبين أو كتلتين على جانبين المستوى المحوري طب الخط ده اللي هو المحور أو الخط ده اللي هو المحور وبعد كده كل كتلة من الكتل دي اسمها جانب الطية لو بصينا في الشكل الطبيعي هنا هلاقي أدي طية بس هنا متكونة من عدة طبقات لو قلنا أدي طبقة 2, 3, 4, 5 طبقات كل طبقة من دول جمعت مع الطبقة الثانية وعملت طية رحت متكونة لي العديد من المحور بس نخلي بالي أن كل طية لها محور واحد رغم تواجد الطبقات العديدة لا يوجد التقويم الجيولوجي كاملا في مكان واحد ليه ترى ما نعرفش نجيب إنسام الجيولوجي من منطقة واحدة كامل ده بسبب إنه ما يوجدش في مكان واحد لكن في حاجة اسمها انقطاع يبقى بركز على الإجابة أقول إن هنا في انقطاع للترسيم بتختفي بعض الطبقات طب ولما تختفي بعض الطبقات بسبب عملية التعرية يبقى إن هنا فقط مكان أو مكان في حفرية أو في ترسيم وده اللي بنسميه أسطح عدم التوافق بنتكلم على الزمن الجيولوجي أو السلم الجيولوجي ليه ما لقوهوش في مكان واحد يعني ليه ما لقوهوش في مكان واحد يعني أنا دلوقتي لو عايز أدرس طبقة من طبقات صخور القشة الأرضية عمرها قد إيه؟ أو تكونت في كام سنة ببدأ أخد قطاع طولي وببدأ من أسفل إلى أعلى بدرس كل طبقة وأنا بدرس الطبقة بدرس المحتوى بتاعها بلاقي جزء من الطبقات مفوش حفريات مفوش ترسيب فبكتشف على طول إن انقطع هنا الترسيب اللي احنا بنسميه أسطح عدم التوافق بديه كده هقدر أجيب التسلسل بتاع السلم الجيولوجي ده من المنطقة دي طبعا لا هحدد المنطقة دي إيه وهروح لمكان تاني وأخد السلم الجيولوجي هلاقي إن المنطقة اللي كانت مفقود منها ترسيب لقيتها موجودة في منطقة تانية يبقى أنا كده هروح واخد المتوسط بتاع الطبقة اللي أنا هنا والمتوسط بتاع الطبقات اللي هنا واجمعهم مع بعض هيديني الزمن الجيولوجي طبعا الأزمين الجيولوجي والسلم الجيولوجي بنقول تقريبا ممكن يزيد أو يقل لكن بنقول دايما إن النسبة دي أو الزمن ده زمن تقريبي ليه لأن فيه انقطاع ترسيب فجأة ألاقي الحفريات ما تكونتش هي كانت موجودة لكن لما جات عوامل التعرية بدأت تنحت وتاكل الطبقات تاكل الطبقات خرجت كل الرواسب وفقدت الترسيب اللي كان موجود عشان كده بنقول هنا حصل انقطاع في الترسيب وده اللي بيخلينا نقول إن لا نعتمد في قياس السلم الجيولوجي أو الزمن الجيولوجي على مكان واحد لكن من عدة أماكن عشان نضمن إن احنا نجيب الزمن القياسي سليم تعالوا نتابع مع بعض الأسئلة قارن بين عدم التوافق الانقطاعي وعدم التوافق الزاوي طبعا أسطح عدم التوافق بيكون مجموعتين من الصخور السبية في وضع أفق تقريبا وبيحصل هنا انقطاع الترسيب ونقدر نحدد عدم التوافق من خلال المحتوى الحفري طالما قلنا المحتوى الحفري يبقى على طول ده عدم توافق انقطاعي يبقى أول حاجة الانقطاعي مجموعتين من الصخور الرسوبية ما قدرناش نحدد عدم التوافق فبدأ يظهر لي هنا المحتوى الحفري قدرت أدرسل من خلاله وعرفت إن ده انقطاعي قارن بين حفريات العصر الجوراسي والعصر السيلوري إيه اللي ظهر في العصر الجوراسي في العصر الجوراسي بدأت تسود الزواحف العملاقة وبدأ يظهر أول الطيور وانتشرت الساديات صغيرة الحجم خد بالك هحط لك السؤال هنا بطريقة عكسية وخد بالك من الأسئلة بتيجي في الجزء ده ازاي اكتب المصطلح العلمي عصر سادت فيه الزواحف العملاقة على طول هتقول للجوراسي عصر ظهرت فيه أول الطيور وانتشرت الساديات صغيرة الحجم العصر الجوراسي ممكن يجيلي زي ما جالي في السؤال هنا ما هي مميزات أو أذكر أسماء الحفريات التي وجدت في عصر الجوراسي أو ما الذي يميز عصر الجوراسي كل دي أسئلة وارد مجيئها في الجزئية دي أما العصر السيلوري بداية النباتات الوعائية مع بداية ظهور الأسماك اللي هي أول الفقريات نفس الفكرة اكتب المصطلح العلمي العصر اللي بدأت تظهر فيه النباتات الوعائية قارن بين حفريات الترياسي وحفريات الكربوني العصر الترياسي إيه اللي ظهر فيه انتشرت زواحف برية ومائية وهوائية مع ظهور الأمونيتات مع ظهور أول الثديات ده في العصر الترياسي خد بالك العصر الترياسي ده تفكر معايا أنه هو من حقب الحياة المتوسطة العصر الكربوني ركز كده هتلاقيه أنه هو حقب حياة قديمة بدأت تظهر الأشجار الحرشوفية بدأت تظهر السراخص وهنا تكون الفحم زي ما قلنا قبل كده أن الفحم تكون في العصر الكربوني نتيجة الأشجار الحرشوفية الأشجار اللي ماتت واتدفنت فيه معزل عن الهوى راح مكونها للفحم مع انتشار البرمائيات أذكر الشواهد الدلة على كل من الفوالق وانت ماشي كده في منطقة لقيت فيه فوالق تعالوا كده قبل أن نجاوب على السؤال نفتكر مع بعض يا ترى تقدر تحدد لنوع الفوالق ده إيه هتبصت لا قادي مستوى الفوالق على طول حدده قادي الطبقة دي والطبقة دي الطبقة دي نزلت لتحت يبقى معنا كده أن دي السخور الحائط العلوي ودي السخور الحائط السفلي ليه حائط علوي؟ لأن ده أعلى مستوى الفوالق يبقى على طول كده وانت بتفكر وانت شايف الشكل اللي قدامك هتقول إن ده فوالق عادي انسقال جوانب الفوالق مع وجود خطوط موازية لحركة الصخور يعني انسقال يعني الصخر بيلمع نعم في خطوط موازية نتيجة الاحتكاك على جانبي الفوالق وجود برشية الفوالق ونعرف مع بعض إيه هي البرشية هي فتاة من الصخور أو صخور صغيرة ذات حواف حد أو ذات زوايا حد ده اللي هي برشية الفوالق تصاعد نفرات مياه ساخنة وترسيب معادن على طول مستوى الفوالق ماذا يغسط به عدم التوافق؟ وجود طبقة من الحصى المستدير اللي هي الكونجونوميرات موجودة فوق سطح عدم التوافق مباشرة ازاي نستدل على عدم التوافق؟ الشواهد بتاعتها ان اول حاجة وجود حصى اللي هي الكونجونوميرات تاني حاجة تغير مفاجئ في تتابع المحتوى الحفري تالت حاجة اختلاف ملة طبقات ممكن نلاقي طبقات ميلة في اتجاه بعض او عكس بعض او طبقة سطحية افقية وطبقة بتكون سفلية مائلة وجود تركيب جيولوجية او عروق في طبقة وعدم وجودها في الطبقات الوخي يعني انا لو بصيت فيه سطح عدم التوافق اللي قدامي هنا فيه طيات اهي طيات محدبة دي كلها مقاعرة طيات مقاعرة موجودة طيات في المنطقة دي لكن مش موجود اي نوع من الحفريات في المنطقة التانية فيه تركيب جيولوجية هنا لكن مش موجود هنا يبدا دليل على ان انقطاع الترسيب ساعد فيه ظهور سطح عدم التوافق عرف كل من الحفرية المرشدة هي حفرية ذاتة انتشار جرافي واسع ومدى زمني محدد والحفرية اللي ظهر قدامي دي اللي هي سلاسية الفصوص بيتميز بها عصر كامبر لو تفتكر خلي بالك سلاسية الفصوص بص تلاقي الشكل بتاعها هو ثلاث فصوص ادي فص ادي الفص التاني ادي الفص التالت عشان كده سموها سلاسية الفصوص الحفرية المرشدة انتشرت فيه قارات كتيرة جدا اماكن واسعة لكن كان عمرها قصية عشان كده بنقول مدى زمني محدد الفاصل هي تركيب جيولوجية تكتونية الاصل يعني سنوية عبارة عن كسور متواجدة في الصخور المختلفة سواء كانت نارية او رسوبية او متحولة بس خلي بالي جزئية هنا دايما بقول انها بتظهر في الرسوبية اكتر من النارية و المتحولة الفاصل كسر لكن بدون ازاحة دايما المسافة ما بين الفاصل والتاني ممكن توصل سنتيمترات الى عشرات الامتار ابناء و بناتي طالت السنوية العامة بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا و اشوفكم الحلقة الجاية